السلام عليكم ورحمة الله أهلاً ومرحباً بكم متابعين الكرام متابعي قناة بيزا بيست وان التعليمية في حلقة جديدة وفيديو جديد مستمرين معاكم في شرح قواعد اللغة الإنجليزية للصف الأول إعدادي الترمي التاني في الفيديو نهاردة هنشرح جميع القواعد اللي وردت بالوحدة العاشرة فتابعونا لنهات الفيديو لأنه عندنا قواعد كتير النهاردة وحندعمها بالتمارين البسيطة علشان ندعم الفهم بتاعنا أول حاجة الفرق بين made of و made from made in made by يا طرق الفرق بينهم وإمتى استخدم كل واحدة فيهم الأول هنتكلم عن made of هي أكتر واحدة بتيجي في الامتحان made of معناها مصنوع من بنستخدمها لما نيجي نوصف الشيء ده مصنوع من إيه الشيء إذا كان مفرد هنستخدم is made of لازم قبلها يا إز يا or أما الشيء إذا كان جمع فهنستخدم or made of بمعنى مصنوع من يبقى إذا كان الشيء مفرد هستخدم is made of إذا كان الشيء جمع هستخدم or made of طب بعد of أجيب إيه؟ هنجيب مادة خيم هنجيب اسم المادة الخيم بشرط إن المادة دي ما تتغيرش شكلها بعد الصنع المادة الخيم لا تتغير بعد الصنع نشوف كده الأمثلة المثال الأول بقول إيه؟ the sofa is made of leather الكنبة مصنوعة من الجلد أنا أول معنا وقعت عليها شفت الجلد فعرفت إن هي مصنوعة من الجلد يبقى ده مادة خيم عشان كده استخدمت made of والمادة الخيم ما تتغيرتش المثال الثاني my book is made of paper كتابي مصنوع من الورق يبقى هنا جه بعد made of مادة خيم ما تغيرش شكلها كمان لاحظتوا إن أنا استخدمت في أول المثالين is ما استخدمتش or ليه؟ لأن صوفة وبوك مفرد لكن في المثالين اللي تحت the cushions و my socks جامع عشان كده استخدمت or made of ما استخدمتش is made of تعالوا بقى نشوف مع بعض إزاي نسأل عن مادة الصنع أنا شفت حاجة وعايز أسأل هي مصنوعة من إيه؟ فحسأل بإيه؟ هسأل بwhat is لو الشيء اللي أنا بسأل عليه مفرد لكن لو الشيء جامع هسأل ب what are نشوف مثال what is هحط اسم الشيء اللي بسأل عليه what is the sofa made of يعني الصوفة مصنوعة من إيه؟ what is the sofa made of طبقا عايز أسأل على الكتاب هقول إيه؟ what's your book made of لكن الشيء اللي بسأل عليه لو جامع هسأل بwhat are بعد كده حط الشيء الجامع وبعدها made of مثال what are the cushions made of what are the cushions made of what are your socks made of يلا نحل السؤالين اللي تحت بقول إيه what is your bags made of فيه غلط في كلمة بيجز ليه غلط؟ ليه حطتلي تحتها خطة على إن هي غلط؟ لأن أنا بسأل بwhat is مفروض بسأل على شيء مفرد وباكزي دي جامع يبقى نحل بيجز وحط مكانها إيه؟ بيج السؤال الثاني بقول إيه؟ my pencil case are made of plastic هي pencil case واحدة إزاي تاخد R؟ يبقى مفروض إيه؟ نشيل R ونحط مكانها is is made of وده كان بالنسبة لmade of تب حكاية made from made from برضو تصبك بis أو are على حسب الاسم اللي قدامها مفرد يبقى is made from جامع يبقى are made of from ومعناها إيه برضو؟ معناها مصنوع من تب ما ديك هي برضو made of كان معناها مصنوع من؟ إيه الفرق؟ made from مصنوع من مادة شكلها بيتغير بعد التصنيع أنا صنعتها من حاجة الحاجة دي شكلها تغير بعد ما صنعتها تعالوا ما نشوف المثال حيوضح بقول إيه this cake هزيه الكيكة is made from flour eggs and milk هزيه الكيكة مصنوع من الدقيق والبيض واللبن شكل البيض والدقيق واللبن بعد ما الكيكة تصنعت لسه موجود طبعا لا يبقى شكله متغير بعد التصنيع عشان كده استخدم made from ما ينفعش استخدم made of المثال الثاني this toy is made from old plastic bags هذه اللعبة مصنوعة من أكياس بلاستيك قديمة يبقى هنا بعد ما صنعت اللعبة هل أنا شايف شكل الأكياس البلاستيك موجودة فيها؟ بالتأكيد لا يبقى شكل الأكياس البلاستيكية الأديمة اختفى في اللعبة المعدة تصنيحها يبقى في الحالة دي أقول made from وليس made of أما بالنسبة made in made in معناها صنعة في بنجيب بعدها تاريخ تاريخ التصنيع شهر أو سنة أو بنجيب بعدها مكان التصنيع مثال this pin is made in Egypt هذا القلم صنعة في مصر يبقى جبنا بعد made in مكان التصنيع المثال الثاني this car is made in 2020 هذه السيارة صنعة سنة 2020 يبقى جبنا بعدها سنة التصنيع أما بالنسبة made by فمعناها صنعة بواسطة بنجيب بعدها اسم الشخص اللي صنع الشيء أو اسم الشركة أو المصنع اللي صنع الشيء ده شوف المثال الأخير المثال الثالث بقول إيه this phone هذا التليفون is made by Samsung هذا التليفون صنع بواسطة شركة إيه Samsung وبكده نكون وضحنا الفرق بين made of made from made in made by تعالوا نشوف التمرين ونحلوا مع بعض ياريتوا تحلنتوا الأول فوقفوا الفيديو وحلوا بعدين نرجعوا وراجعوا معنا سؤال الأول this wallet made of leather آه هنا ولد دي مفرد يبقى تاخد إيه is السؤال الثاني my wife bought new teaspoons which teaspoons دي جمع يبقى ناخد لها مين are made of ناخد are اللي جابها رقم دي السؤال الثالث what the skirt made of طب أنا عندي هنا أنا سكرته مفرد يبقى ناخد what what is السؤال الرابع books are made paper طب أنا عندي هنا الورق دي مادة خامة ما بتتغيرش ما بتغيرش شكلها يبقى ناخد إيه of made of the walls of my new house the walls of my new house حوائط الحوائط دي جمع يبقى تاخد إيه are are made of سؤال السادس the cushions of cotton أنا عندي هنا cushions الوسائد جمع يبقى تاخد إيه are لكن أنا عندي are made وare making أخد من فيهم أكيد هناخد are made تاني قعدة معانا في الوحدة العشرة وهي استخدام أدوات النجرة أخدناها في الترمي الأول قبل كده هنرجع عليها مراجعة بسيطة عشان هي عندنا في الترمي التاني أول حاجة أنا عندي A و N لهما نفس المعنى بيجي قدام الاسم المفرد الذي يعد اسم مفرد وينفع يتعد ما تنفعش تيجي قدام الأسماء التي لا تعد طب طعام نشوف الفرق بينهم أول حاجة A بتأتي أمام الكلمة المبدوقة بصوت ساكن صوت ساكن زي إيه كده شوفوا في الأمثلة A book A book book مبدأ بصوت ساكن A car A door A lemon أما بالنسبة لإن فتأتي أمام الكلمة المبدوقة بصوت متحرك زي الأمثلة اللي قدامنا An apple An egg An orange An umbrella كلهم مبدوئين بأصوات متحركة وخلوا بالكم كويس أننا قلنا أصوات وليس حروف لبا تعالوا نشوف الأمثلة لقدامي كده كلمة house house أنا نطقت ال H يبقى ال H هنا منطوقة فأنا قلت house لأن ال H حرف حرف ساكن أو صوت ساكن لكن في كلمة hour hour ساعة أنا نطقت ال H طبعا لا ال H هنا silent طب أول صوت نطقته صوت متحرك إذن هقول an hour ما ينفعش هقول a hour غلط لأنها مبدوئة بصوت متحرك an hour طب في المثال اللي تحته أنا قلت هنا إيه an uncle لأن U هنا منطوقة كصوت متحرك لكن في كلمة university جمعة كلمة university طاق U A ولا U زي ما هي نطقتها U يبقى في الحالة دي يتنطقت كصوت ساكن فأقول a university وليس an university طبعا a university يبقى U إذا نطقت U في أول الكلمة طبعا كده الكلمة مبدوئة بصوت ساكن وليس بصوت متحرك تاني حاجة عايزنا تذكرها مع بعض any any معناها أي وبتأتي في الجملة المنفية يبقى any بتيجي في الجمل المنفية كمان بتيجي في السؤال بهل شوف المثال كده بقول ايه there weren't any tabs أنا ليس تخدمت any هنا لأن الجملة منفية طبعا في المثال اللي تحته was there any money ليس تخدمت any لأن ده سؤال بهل يبقى إذن any في الجملة المنفية وفي السؤال بمعنى هل ثالث قاعدة معانا في الوحدة العشرة وهي استخدام there was و there were للتعبير عن شيء كان موجود في الماضي أول حاجة there was معناها كان هناك كان يوجد أو كان هناك آه في الحالة دي هنستخدمها مع الاسم المفرد الذي يعد أو مع الاسم الذي لا يعد there was يجي بعدها اسم مفرد يعد وبنحط في الحالة دي قدامه يا آي يا آن أو اسم لا يعد وما ينفعش نحطه قدامه آ أو آن لكن لو أنا حنفي هقول لم يكن يوجد ما كانش فيه حاجة أو هقول إيه there wasn't في الحالة دا استخدم any واسم لا يعد there wasn't any واسم لا يعد شوف الأمثلة المثال الأول there was a kitchen in his house كان يوجد مطبخ في منزله مطبخ دا اسم مفرد وينفع نعده عشان كده هحطه قدامه a a kitchen في المثال التاني there was water in ancient Egypt كان يوجد ماء في مصر القديمة ماء دا اسم لا يعد يبقى يعمل معاملة المفرد ناخد له there was طب ليه ما حطتش قدامه آ أو آن لأنه لا يعد ما ينفعش نحطه قدامه آآ أداة ناكرة المثال التالي there wasn't any juice ليستخدمت هنا any لأنه أنا عندي جملة منفية there wasn't آآ كمان جاي بعدها إيه جاي بعدها juice اسم لا يعد أما بالنسبة لthere were يأتي بعدها اسم جامع يعد طبعا اسم جامع يعد there were وفي حالة there weren't يأتي بعدها any ناخد بعدها any وبعدين اسم جامع يعد شوفوا المثال there were boats كان يوجد قوارب أو مراكب in ancient Egypt يبقى لأن أخدت there were عشان بوتس جامع لكن في المثال اللي تحته there weren't any bedrooms بدرومز جامع عشان كده خدت there weren't وحطت لها كمان any عشان الجملة منفية طب يلا نصحح الكلمة اللي تحتها خط بول there wasn't any tabs in ancient Egypt هو هنا ينفع wasn't وكلمة تابسي ده مفرد ولا جامع جامع طبعا يبقى نشيل من wasn't ونحط بدل منها weren't يلا نحل التمرين ده مع بعض what's your new made of يطر اختر لها ايه طبعا حاجة تحير جد انت ركز بس على what's هي what is ولا what are هي what is يبقى في الحالة ده انا عايز حاجة مفرد مين تحت في الحاجات دي مفرد كلمة shared shared يبقى what's your new shared made of علشان what's بيجي معها مفرد السؤال التاسع بقول ايه there وعايز طبعا emma wasn't or weren't anybody in ancient Egypt بوتس جامع يبقى ناخد مين weren't طب ليه ما ينفعش where لان فيه any واني ما بتجيش غير في الجملة المنفية السؤال العاشر there a thief in the house اه هنا بيقول i could hear his voice هو لسه واحد بس يبقى ناخد was there was طب ليه ما اخدتش was انت لانه هو اثبت الكلام ده انه ايه انه كان في لس لما قال انا استطعت ان انا اسمع صوته i could hear his voice read and correct السؤال الاول there were a lot of water اه ده هنا فيه water لا تعادي يبتاخد was ولا where تبقى was السؤال التاني what is the cushions made of cushions جامع يبتاخد ايه or السؤال التالي the sofa is made wood اه هنا في الحالة دي نشيل انه وناخد ايه of لانه دي مادة خيم السؤال الرابع there was five bounds five bounds دي جامع يبقى تاخد where five bounds there were five bounds on the floor اخر قاعدة معنا بقى في الوحدة العشرة وهي برضو قاعدة سهلة جدا واخدناها قبل كده كتير في المرحلة الابتدائية اللي هي will والمصدر شكل تاني من اشكال المستقبل احنا كده اخدنا شكلين الشكل الاول لو تفتكروا في الوحدة اللي فاتت كان am is are going to بعدها الفعل في المصدر ودي كنت بستخدمها علشان اعمل خطط في المستقبل لكن انا النهاردة هستخدم will والمصدر والهنا برضو معناها سوف بيجي بعدها الفعل في المصدر انا هستخدمها لكن لعمل تنبؤات في المستقبل هتنبأ بحاجات هتحصل في المستقبل لكن ما معيش اي ادلة على ان هي هتحصل ممكن تحصل وممكن ما تحصلش زي ايه زي ما نقول المثال الاول بقول ايه there will be electric cars in the future هيبقى فيه سيارات بالكهرباء او سيارات كهربائية في المستقبل طبعا انا بتنبأ بالكلام ده بس ما معيش دليل على ان ده هيحصل عشان كده هستخدم will will مصدر طبعا لو انتوا لاحظتم في التركيب ان will بتيجي مع جميع الضمائر وبتيجي مع جميع الاسماء مفرد وجمع طب لو حبيت انفي في النفي عايزة اقول سوف لا انفي will ازاي هحط لها not تبقى will not او ادمجهم في بعض واخليها كلمة واحدة تبقى won't مثال there won't be robot teachers in the future ما هيبقاش في مدرسين انسان اللي انسان اللي مدرس في المستقبل طبعا انا بتنبأ بالكلام ده برضو وما معيش دليل يبقى هاللي احنا فهمناه ان من استخدامات will لما نيجي نعمل تنبأ نتنبأ بحاجة هتحصل في المستقبل بس ما معيش دليل عليه تمام لكن going to علشان لما يجيب لك الاتنين في الاختيارات تعرف تفرق بينهم لكن going to اللي شرحناها الحلقة اللي فاتت بنستخدمها في حالة عمل خطط مستقبلية اما بالنسبة لتكوين السؤال في زمن المستقبل باستخدام will نكونه ازاي اننا بنجيب الفعل الناقص قدام الفعل بدل ما هي في المثال الاول there will be هنخليها will there be بدل there will تبقى will there ابدل في المثال التاني بدل ما نقول we will هنخليها will we يبقى will جوه معناها سوفه برا معناها هل سوفه طيب نشوف المثال اللي تحت ده نحلو بقول ايه do we all have driveless cars in the future هنا في in the future علامة من علامات المستقبل يبقى ما ينفعش نسأل بدو هنسأل بwill يلا نطبع على القادة بتمرين بسيط السؤال التاني بقول اريد anchored اقرأ وصحح رقم واحد there will is will ينفع يجي بعدها is احنا عارفين نجيب بعدها الفعل فين في المصدر طب المصدر من is من be هو اصلا اسمه verb to be يبقى نشيل is ونحط مكانها بيه السؤال التاني students will to read احنا قلنا ويل بيجي بعدها تو لا طبعا بيجي بعدها الفعل في المصدر على طول يبقى نقول ايه انشلتو نحط read فقط السؤال التالي do you think we will having تمام having غلط انشلها ونحط مكانها مين have بس ليه لان ويل بعدها المصدر السؤال الرابع did we live او في in the future في الاخر يبقى ماينفعش did لان in the future بتعبر عن المستقبل يبقى نحزف did ونحط مكانها مين will السؤال الخامس there will be any accidents هنا عندي any يبقى ماينفعش will لازم تبقى want لازم تتنافي لان any بتجي في الجملة المنفية فقط وبكده نكون انتهينا من شرح قواعد الوحدة العشرة وكمان وصلنا وشاركة الفيديو مع كل اصحابكو علشان الكل يستفاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته